موسيقى 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 من صباحكم بالخير مجرد دام يراء لكم صباح الخير وهلأ دوري لألكم إن شاء الله هنهار يكون كله خير عليكم والمحطة هلأ مع الأبراش موسيقى موسيقى البداية بتكون مع الحمل يلي اليوم بيلزمك المزيد من الصبر والتأني خاصة بالأمور اليومية ما بدنا نكون هيك متسرعين وشو اللي بيجي عراسنا منحكي وعفويين لدرجة إن نزعج الغير انتبه كتير منيح لها المصطلحات بالزيت اليوم إلى الثور يراقب عن كثب عن كسب عفوا كل الأمور يلي عم بتصير من حوله يراقب عن كسب كل التصرفات يلي عم بتصير من حوله أنت اليوم قادر تقتنس الفرص وقادر تفهم الآخرين بمجرد النظر لألون هنهار لذيز هيك في بعض الأمور بتفكر فيها ولكن بتمرق بتمرق هيك بدون ما تسبب لك أي إزعاج وصولا لنهار نجح بشكل عام الجوزاء الحلو فيك إصرارك على بلوغ الأهديف الحلو فيك أنك مثل ما بيقولوا أوقاد اللعنات بيفيد فعلا أنت عنادك اليوم ممكن يفيدك لتبوء مركز أو مرتب أو لحل بعض المشاكل مرتب يمكن أنت كنت من زمان تحكي أو تفكر كيف بدك تصلى اليوم بتصلى أو يمكن مقتنى مادة بسيط كنت عم بتفكر كيف بدك تحسن وضعك اليوم بتصلى فبرافو إنك عنيد لأنه اليوم لعناد بيفيدك سرطان ما بدك تتصرف بالحياة بعيدا عن إحساس الآخرين يعني عندك اليوم شوي من الأنانية بتحاول تخفيها بشتاء الوسائل هيك مثل كأنه المهم أنا كوم مرتاح والبقية شو ما يصير يصير وهيدا أكيد لا من شيئا ماك ولا من أخليئاك اليوم المفروض أنك تمشي حسب المساري اللي كنت تمشي فيه سابقا وما تخلي حدا يأثر سلبا على طريق تفكيرك الأسد يعلن عن رفضه لمشروع أدموا الحبيب أدموا الحبيب هيدا المشروع فيعلن عن رفضه وبيقول بالفم الملآن أنا هيدا الشي ما بينسبني أنا هيدا الشي ما كتير راضي عنه ما علي يحكي بكل صراحة لأنه بالنتيجة لا يصح إلا الصحيح لعذراء ناطر إشارة وبعضها بيتصرفوا هيدا الإشارة لازم تكون حافز أنك تتقدم ما فيك تضل قاعد محلك وتقول شو عم بيصير وتأيم الأمور وتأيم الظروف وتحكم على فلان وفليتان لأ قبل ما تقوم بهولي كلهم بدك تشوف أنت كيف عم تتصرف توجه الآخرين تصرفيتك أحيانا مرفوضة في بعض التعاري فبدك تحاول تنزل إلى حدود معينة بالتعاطي مع الآخرين لأنه ممكن الآخرين يعاملوك بالمثل الميزان اللي بدنا نقلك هي اليوم هو غيمة وبتمرق هلا أكيد بدك تقول كيف غيمة وبتمرق وعنده كتير مشكلات وعنده كتير أمور مادية بدي فكر فيها وعنده كتير إشي بدي حققها خلال هالويك أنت نحن منقلك هذا الويك أنت رح يكون لذيذ عليك ابتداء من اليوم منك رح تكون متوقع أنه هالقدي رح يكون في سليسة أنه هالقدي رح تاخده تعطي مع الآخر خاصة هالآخر يلي هو بحبك من كل قلبه العقرب يعني أكتر شي اليوم بتفكر فيه كيف بدي أتخلص من مرحلة عزبتني أكتر شي بتفكر فيه اليوم كيف بدي حط شخص معين عم بعزبني يمكن بلقاءه يمكن بحديثه يمكن بتصرفاته عند حدوده نحن اللي بدنا نقلك ما بينقسك شي عليك تاخد القرار المناسب بالوقت المناسب وتمضي قدوم النحو الأمام دون أي خوف أو ريبة نصل إلى القوس صباح الخير اليوم هيك ابتسامة حلوة مزيني وجه للقوس كتير بيعرف يبتسم القوس وكتير بيعرف ينقل الزبزبات الإيجابية للآخرين ونحن بنشد على إيدك ونقلك برافو عليك لأنه هايدي الزبزبات الإيجابية بتعدي وفي الخير بالنسبة للآخرين وأنت متميز اليوم ضمن محيطك جدي المفروض تبتعد عن الاستبداية قدر الإمكان ما فيه الواحد يستبد بحديته ويقول أنا مش مستبد أو يتصرف تصرفات فوقية ويقول أنا ما بتصرف تصرفات فوقية لأ بدك تندبه شوي على حسن سيد الأمور خاصة بالنسبة للعائلة الصغيرة على تصرفاتك يلي أوقات بتكون فوقية وفيها استبداد حاول تكون ثلث أكتر بالتعاطي وحاول أسطوبك يكون لين أكتر الدلو مرموق وعنده خفة دم اليوم ومن بين الأيام الحلوية اللي بيلاقي حاله هيك خلص هنهار بس حقق فيه إنجاز تل والإنجاز من بين الأيام الناشحة عند الدلو يمكن تتفاجأ تقول يا عمي هنهار كيف نقلب لأنه هيك بتبلش بيوتيرة فيها شوي التكسل ولكن ترجع بتشوف أنه هنهار رح يكون لصالحك ورح تكون مرتاح فيه بالنهاية إلى الحوت الصديق هو بيكون صديق ما بده تترات وما بده الواحد يحكي ثلاث ساعات أنه والله هالزلمة أو هالامرأة هي صديقة الصديق بينعرف من أفعاله لا من أقويله أنت بحاجة لصديق فعلا يوقف حدك وقت أضيق مش بس يحكي الكلام المعصول ويقول أنا إلى جينبك وعم بتعمك من بعد قبل أشكون 12 حال الموعد لنقول هابي بيرسدي نحكي شوي عن مولود اليوم بيرسدي كتير كبيرة لأيمي بالجيني بنوت زغطورة مهدومة كتير رأيمي مني من أسرة الأوتيفي من أسرة يوم جديد من خالق بالتحديد المخرج ألي أبي خليل بنقولك هابي بيرسدي عقبال المية إن شاء الله تظلي مهدومة وحلوة وقريبة للقلب وشطورة بالمدرسة أنا أكيدة أنك شطورة بالمدرسة هابي بيرسدي عقبال المية سنة مولود اليوم مولود بيعرف شو بده بالحياة مهدوم كتير عفوي قريب من القلب ضميره حي عنده ذكاء فطري قلنا زيره من إيجابياته يقرأ الشخصية مباشرة من سلبياته عنده أمور ما بيقدر يفهمه بشخصية الآخر وهالسنة سنة الوصول تحييتنا لكل مواليد اليوم وبخص بالذكر أيمي بشالي الأسم اللي رح نختم فيه هو سنة سنة يعود إلى أصول عربية وبيعني الرقي والارتفاع سنة عفوية بطبعه عنده بعض الغموض بشخصيته قادرة تفرض شخصيته بما كان وجوده بتشتغل أفضل تحت الضغوطات شخصيته أوي ما بتهتم لرأي الآخرين بتهتم لرأي الخاص سنة بتعرف تاخد وتمتحن الفرص لصلاحة مزاجية ومزاجيته بتلعب دور سلبي بقراريته تحييتنا لكل سنة عم باتتبعنا هذا كل شي بيوم جديد وببرج اليوم نحن بناخد بريك ونرجع عنهم يراي من ننضم لها لكل اشتركوا في القناة